بهذه المرحلة على القل في مرحلة السيد السوداني تحديدا هناك تحالف إدارة الدولة كل القوى السياسية كل الأطراف السياسية بدأت تغادر فكرة أنها تريد أن تريد أن تفشل الحكومة بصراحة هذه الظاهرة كانت موجودة على القل في الحكومات المتعاقبة هناك بعض النقص في النضوج السياسي لدى عدد من الأطراف السياسية كانت تعتقد أن من يكون رئيسا للحكومة حينما ينجح فسوف يكون بقية الأطراف سوف تهمش على المستوى الجماهير على مستوى الشعب هذه هي نظرة كلاسيكية في سرديات الأنظمة الشمولية ليست على مستوى التجارب الديمقراطية التجارب الديمقراطية والأنظمة البرلمانية تتحدث أن الحكومة تأتي لمدة أربع سنوات وتكمل المشاريع السابقة بعض المهام السابقة وتبدأ بخطة جديدة وتكمل ما عليها وتغادر وتأتي حكومة أخرى هذا هو المفهوم الذي يفترض أن يترسخ لدينا لدى جميع التوجهات والقوى السياسية في العراق ترجمة نانسي قنقر